موسيقى نتابعين معكم المشاهدينا ومستمعي إذاعة صوت المحبة وفكرتنا الثانية اليوم رح تكون عن الحضانات في لبنان تأثير أزمة اليوم على الحضانات وأيضا أهمية الحضانة التربويا وبيسعدني رحب بنضال يوسف بركات حائزة على ماجستار في العلوم التربوية من جامعة البلمند وصاحبة ومديرة مدرسة وحضانة روضة الملائكة أو جاردان دي زانج أهلا وسهلا فيك مرسي زينا يعني بداية قبل ما فوض بصلب موضوعنا إذا بديك متابعة تطورات الحالية اللي عم تفرض حالة اليوم على الحضانات خلينا نحكي عن أهمية الحضانة تربويا هالمرحلة اللي قبل المدرسة قد هي مهمة للطفل قبل ما بلش بدي أشكر تشاريتي تيفي التلفزيون بحبه كتير بقدس عليه كتير سرطوب الكونفينما وحسيت أن دعوتك لألي على هالتلفزيون بالذات هو مساج وحبيته كتير وانت زينا شخص كمان بحبه نحنا كمان بشرفنا حضورك ومتشكرك على تلبية الدعوة اليوم خبرينا بداية عن أهمية الحضانة يعني أداة فيه كان إذا بديك متعارف قبل أنه الحضانة إذا الأهل عم يشتغلوا ما في محل نخلي الأولاد منحطهم بالقاردوري قد يوم صارت لا القاردوري شيء أساسي وضروري بغض النظر إذا هن الأهل عم يشتغلوا أو لا زينا خلينا أقولك مهنة الحضانة مهنة صار عمري 25 سنة تقريبا يعني أول شيء كان متعارف علي فتحت الحضانات أنه أنا ما عندي حدا حطه لدي بحطه بالحضانة لحتى أقدر روح أشغلي هيدا كان بلش أول شيء المفهوم الكونسب طبعه هيك كان مع الأيام الحضانة اتطورت وصار فيه عندنا نقابل الحضانة وطورنا المنيهش فيها وأنا حتى بصورة خاصة حطينا أصص لأنه مثل ما بتعرفي الولد وهي عطول أنا بقولها الباز تبعيته هي من سفر لست سنين وبعد ست سنين وقت انتقل على المدرسة إذا انتقل ابن أربع سنين كمان بيكون تأسس أخذ الباجاج اللي هو بحاجة لقاله تينطلق أهل عالم التاني الحضانة إذا بديك الإيكول المترنالي اللي هي من السفر للخمسة متل ما متعارف عليها برة هي بتعتني بكتير أمور بحياة الطفل يعني الطفل إنسان بيخلق نحنا عنا ميسيون عنا مهمة بحياتنا عنا فيزيون رؤية وعنا فلسفة نحنا شو بدنا وقت نفتح حضانة يعني نحنا شو الشي اللي منهدف لأله حضانة أهميتها إنه بتنمي عند الطفل الزكاء العاطفة أوكي اللي بعد هلأ كمان هادي ترند إنه نحكي عن الزكاء العاطفة غير عن البناهج التربوية اللي هي معمولة لعمره بنشتغل على الملتيبل انتليجنس يعني الانتليجنس ملتيبل اللي بدماغ الطفل هلأ كتير كمان النيروسيانس داخلي إنه نشتغل على هالبارتي من دماغ الولد نشتغل على تلك الزكاء العاطفة اللي هو كتير مهم الأمباتية حبه لحاله حبه لأهله حبه لأصحابه الولد بيتعلم باللعب الولد بحاجة لهالسوسياليزاسون وبهالعمر حرام نضيع هالمرحلة اللي كتير مهمة من حياته نضيعها ما نشتغل عليها بالبلدين بره التوت بوتيت سيكسون اللي هي عمر السنتين هي صارت من المناهج الأبليغاتواري يعني الإلزامية بالحضانة وبالمدرسة اللي هون للأسف بعد ما صارت هون اللي عملوه بدأ استطرت شغلة زينا إنون هون بلبنين بوزارة التربية كان الولد من زمين عم بحكيكي من عشرين سنة لورا إذا عمره تلات سنين ضمنا بفوت على شي اسمه بوتيت سيكسون كانوا قبل ساموه بوتيت جاردان غران جاردان بالمناهج جديد بوتيت سيكسون طويلوا الوزارات بتجي وزارة بترجع بتقول لا ليش تايكون عمره تروازين اكتابر ما هي السنة بتخلص ان ديسمبر منفوت فيها اكتابر نوفمبر ديسمبر دكر بس ما قدرسوا شو الامباكت نيجاتيف رح تكون على الولد من خمس ست سنين كمان لاسباب وظروف ما بعرف إذا بدي سميها سياسية انتر جيميه مدى دوة لجنفير ترانتين يعني صار الولد بيفوت على المدرسة سواء ايكول ماترنيل بريفي ام سواء ايكول كاتوليك ام واتفر وين عم بيفوت عم بيفوت عمره سنتين وثمانته شهر وسبعة شهر صحيح يا هلترى انا هون بدي حط كيستون كويستون مارك هيدا الولد قدر يواجه هيدا العالم المدرسة اللي فيها ثلاثين ولد بالصف وكور بتعرفين احنا مدرسنا مش مؤهلة تكون ماترنيل لوحدة يعني هني بيخلطوهون سوا وبالكور بيحطوه لك ثلاثمائة ولد يلعبوا سوا واكسترا يا هلترى هيدا الولد مؤهل اول شي جسديا مؤهل بالاج مانطال طبعا وتعرفي الاج اكاديميك الاج مانطال بتشوفي بيفرق الولد من عمر لعمر يعني نحنا عنا كل ثلاثة شهر منحط الولد بسكسيون أوكي يعني جنفير فبريه مارس بتحسيون اكبر اللي صار عمره ثلاثة ان بجنفير ملخ الأنين جوية قد سبتمبر تشوفي يعني هون فعلا يقولوا انه يلي فت الولد يلي فت ابكر من عمره على المدرسة ليه اصعوبات بعدين بسكبر اكيد يعني هي فعلا المرحلة العمرية هي اساسية وانا هي عم حربة زينا جدا عم حربة لانه هي كانت عملت هيك شي سياسي وما اتخذ بعن الاعتبار لا صحة الولد النفسية ولا الجسدية ولا 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 هالكونتكست كله بتعرفي كمان القردوريه هلا بالظروف الاقتصادية اللي احنا فيها في كتير اهل تركت شغلة وفي كتير اهل اذا بدنا نضطرق للموضوع قدي تأثرت القردوريات كتير كتير تأثرت القردوريات انه الام اللي تركوا شغلة عم الاهل اللي تركوا شغلون ما بقى رح يقدروا يودوا ولادهم على القردوريه والقردوريه في محلات سكرية القردوريه المتعرف عليه مش محل برجع بقول قطين وهيدا وحطينا ولادنا وفتحنا هالاستيوت ها فتحنا هال مش هسميها اكتر من هيك يعني انتي عنديك اكسبرينس تجربة معي وتقدري تعرف قدي نحنا كنا بيكي وقدي حريسين على على صحة الولد النفسية والجسدية وكل الديفلوبمان طبعه التطور والنمو طبعه كله بقى هال حالة الاقتصادية اكيد صارت عملت شو اسمه عملت حالة اقتصادية القردوريه في منهم نثكروا في منهم ما بيشتغلوا صرتوه هلأ مع الكون فين ما كمانا جمعة بيفتحوا جمعة لا الاهل كمان عندهم خوف الاهل انه انا هلأ ابن سنتين كيف ادي وديه وفي كورونا مع العلم انه الولد تحت الست سنين ما في خطر عليه من الكورونا اهم شيء لعدوى للكبار السجلية واهم شيء التوعية يعني الاهل كتير مهم نحكي عن التوعية انه الولد اللي عليه حرارة ما بينبعث هايدي انجنيرال كنا نعملها انه الولد اللي عليه حرارة ما بيجي بياخد امه بتعطيه بانادول و بتجيبه عبكرة اوكي لانه بعد ساعتين الانفيميار بالقردوريه راح تعرفه بالمدرسة راح تعرف. اذا في فلو كمانة بليز منطلب منه بهالفترة. انه اذا تبلش الفلو. يقعد بالبيت يومين. نشوف اذا بيقدر يرجع ثلاثة ايام. اذا بيقدر يرجع ولا لأ. اول شي بيحمي حاله بيحمي عائلته. وبيحمي الولاد البلغاردوري. لانه هلأ تدابير اللي عم ناخدها الوقائية بالبلغاردوري وبالمترنان. صار الشغل دوبل. يعني دي جاكن الشغل كبير وهلأ الشغل اكتر. الاهل ما قللون بقى حتى قللون حق يفوتوا. انا كنت بتعرفي السيستام بفوتوا على العصفوف بيوصلوا. هن الولد عصفهم. لانه كتير مهم وهي نقطة كتير بحب شدد عليها. مش يتخذ الولد على البيب. اوكي يعني قبل اعطوني ايه لا. الولد كتير مهم. يحس بسقة انه ام مطرح ما هو رايح. امه الى حق تفوت. الى حق تشوف هالمكان. السنة واجهنا هالمشكلة انه نحنا ما فينا نطلع الامات. ما فينا ناخد اولاد جديدة ما منعرف اهلية واكسترا تفوا. يعني كان عنا الصعوبة. صعوبة. رش تعرفي تطهر الولاد. تعييم اللي هو منازل. كان في شي اسمه بولد كلاس. بولد كلاس ممنوع الولد زينا. ينتقل من سال لسال. انت بتعرفي عنا سال داكتيفيته كذا سال داكتيفيته. كان بنهار ينقل الولد. هلأ البوبالوفر. ما بنقدر بقى ننقله مثلا. عم بعطي اكزامبل يعني. نصال لتاني. نصال لتاني بزيت السال. وما عم نخليه خالد غير الولاد اللي مثلا تعرفي في توابق عنا. بزيت الطابق يعني اكتر شي وحتى ما بيخالطوا بعضهم. تفوا. واكيدة. كل مشكلة جو بيستعملوه قبل كنا ننزل كل جو بالنهار. الولد هو يروح يناق الجو يتبعه يشتغل. هلأ منحط مثلا يوم يشتغل بثلاثة. اوكي لانه هاو دا تلاثة لازم يتطهروا. يتعاقلوا بعد ما يلعب فيه بده يظهر الجولة برا. اوكي لحتى يتطهر ويتغسل واكسترا. يعني يمكن كل هادي التفاصيل الاجراءات المشددة ديجابي جردان ديزانج معروف انه في كمة الوقاية والانتباه من قبل ما يكون فيه ازمة كورونا. يعني اليوم اكيد مع الازمة يمكن صارت هالاشي اكتر عن تتاخذ بعين الاعتبار. ولكن اليوم كمانا سمعنا انه بفترة الاكفال العام كان فيه مطالبة انه تبقى الحضانات مفتوحة بفترة هالاكفال التامية اللي صار يعني صار فيه مطالبة اكتر من مرة انه ليه تستسنى الحضانات من هالقرار. هل انت مع؟ وقدان احنا اليوم قدرين يعني كجردان ديزانج عنده كل القدرات وعنده الشخص المناسب يمكن يكون يدير كل هالامور. ولكن يمكن فيه اختلاف بيئة الحضانات بلبنان. ومشكلة يمكن عندها الامكانيات. هيدا اللي بدي اللي كي. انا مع الفترة يعني انا اذا ام بشتغل. وانا بعض ما فلت من شغلة. وفيش في مهنة ستسنت من لكم في الماء. صحي. طيب انا حتى ابني. وكتار. انا وين بدي روح بابني. ديجا عنا مشكلة الانلاين زينا يعني هلا اذا بديك نتطرق عليها. وسلبيات الانلاين بحياة الولد وبحياة. مش بس الولد بحياة هو التلميذ يعني. طيب. انا طيب. الحضانة ديجا عم تاخد بريكوسيون. وهيدا الولد لنا تحت الست سنين. الريسك تابعه اكبر. يعني بلوتو ما عنده ريسك اصغر. ريسك دو بروبابليتات تابعيته كتير واطي. دكر. انا عم بفتح الكورونا موجود. الكورونا رح يضل موجود الى ان يجي الفاكسين واكسترا وكل هالخبرية. عم بتسكي عم نسكر هلأ نحنا جمعتين. سكرنا جمعتين. بهالجمعتين اول شي. الان كونفينيون عند الولد انه كان عم يجي على الحضانة. عم بروح البتيت والميين سكسون شوي. هلأ نحنا واعينا الولد. هيدا اللي بديكي. انه بالكوفيد وفسرنا له كيف بغسل ايدي. وحكينا كتير عن هالموضوع. والولد صار بيعرف كيف بياطس. كيف بغسل ايدي كم مرة بالنهار. كل هالكل هالديتاي هاو دي. تكر. احترمنا احترمنا الارار. مشينا فيه. بعد جمعتين رح نفتح. اوكي. تانين تانين لترنت رح نفتح. طيب انه نحنا هو الارار كان انه نجربوا يقللوا التو دو كونتاجون للأهل يعني العدوى تدخل. نعم. بس الولد هون مخصو. هذا ما تقوله الولد مخصه. قعدوه بالبيت. تبوا. رح الولد دي deployment. هو دي جالولد اون MEL يعني. عم بيفوت ببرجرام م therapeut On line نحنا ما دارسنا بلبنان. خليني اكد عاش يعني سنة عاش شغله. كانت غير مؤهلة للان LA. ال E learning. نحنا كنا بعدنا بعيد عنو نحنا المناهج التربوية ازا بدك الحديثه بعدنا بعيد عنه. كيف بعد ال E learning؟ دا جا عنديك هى المشكلة. دا جاب المناهج التربوية. دا جا عنديك مشكلة. مشكل الناس عندها الايباد واللابتوب والوسائل خلينا نقول طيب مش كل الولاد عندها الانترنت هاوك حكيوهن كتير أصلا هاو الاشا بعدين ان بلوس الانلاين لولد يعني عمره 3 سنين 4 سنين ما بيقدر ما هي شو الماترنال هي سوسياليزاسون هي انتر اكسون هادي اذا بديك نحكي على الافانتاج هي الانتر اكسون مع بعضهم هي السوسياليزاسون هي اذا بديك الابروش العاطفة طبع المعلمة مع الولد اوكي هلا او بلوس المعلمة عم تقعد بالصف وحاطة حاطة الماسك وفي ديستانسياشون نحنا ما منحط اكتر من تمانة ولاد بالصف هادي قبل كوفيد نحنا ما منحط اكتر من تمانة ولاد بالصف تي فوا بون فاذا عنا ديجا هالحالة وبعد نجي نقل له لولد انت انت قاعد بالبيت وبدأي لك شغلة كتير مهمة زينا برا بالبلدين اوكي عملكون في نمو بفرنسا عملكون في نمو بس ما سكروا المدارس والحضانات اوكي يعني سكروا كل شيء لها بعدين عنديك مساحات انا اذا ام ابني ابني بالبيت وانا هيدا بقدر اخده نحنا وين نقدر ناخد ولادنا بالبنان نحنا ديجا زينا كان عنا مشكلة الايباد انو ولد عم يقعد عنا على الايباد اكتر من ربع ساعة وانت بتعرف الامباكت نيجاتيف بالايباد واليوتيوب اللي كان الولد يقعد ساعة وساعتين وكنا عم ننبه من خطورتها انو بليز تليفيزيون ايباد هلأ 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 هم تجي تقليلو هم نعطيه تفضل اعود ساعتين ثلاثة ليكي انا عملت الانلاين وانجبرت اعملو عملتو ابريد لانو كان الجمعة اللي كنت عارفة انو في بدنا نقطع بلوكداون تاني وبدنا نسكر في راون تو اكسترا حدرنا حالنا بس بلشنا نحضره من قبل هلأ قديش عم نقدر نعطي للولد مثل البيت لأ عم تطلع المعلمة عم تطلع اونلاين معه انتر اكسون ديراكت عم نعمشي اسمه جوجل كلاسروم منصور لازاكتيفيته ونعرض لونيها الانباكت له هلأ انو الاهل مبسوطين من هدي لانو عم بتعوض عم بتشغل الولد شوي بالبيت مية بالمية بس هي بتحل محا نو ابدا ابدا ما هو الولد بحاجة له المشاركة بعدين عم تحطي عم بتحطيه بالبيت كل نهار يعني تفوا قدي هيدا الولد رح يعمل ايبانوسمان قدي رح يصير عنده حتى عم نبعث للأهل يعني عم نبعث لون نفس الحركة عم نبعث لون اشياء لحتى يشتغلوها مع اهليهم شو لازم يوعوا يعملوا عبكرة فيها ضغط وتعب نفسي على الام اذا ام بتشتغل ايا ساعة بدا ترجع تعلمهم هود الاشياء مشان ما تقطع من البروغرام قديش هو الولد رح يقبل يعمل هالشغل مع امه اذا فيه ولدين تلاتة بالبيت كمان بديك تشوفي فاذا هي حالة نحنا بلبنان عنا حالتين حالة الكورونا كوفيد وعنا الحالة الاقتصادية ودجا اذا عندك اهل تعبنين كيف تطلب منه يعمل هالانترأكسون مع امه وبيه صح صح نحنا طلعين بالنفس الموجود ببيوتنا اليوم كمان يمكن برجاردوريا عم يطلعوا شوية الولاد منه يمكن بالباس اذا الامة معصبة ولا البيه ولا ما عم يشتغل ولا ما عم يقبض كلها الامور بتنعكس سلبا على الولد لان هو موجود بهذا يعني ما فيها الراحة النفسية غير ما يكونوا مع اشخاص متخصصين عم يكونوا معهم والعنف عم يكتر زينا العنف على الولاد هي حتى حكيوا عن اذا بتتذكري بالكونفينمون الاولين الراوند وان حكيوا عن العنف المنزلة والعائلة اللي حصل هلأ كمان يعني اذا اما ضغوطة اذا دي جال هيدا يعني اذا بدنا نحكي عن العنف اللفظة ممكن الامة تعنف ابنا لفظيا اوكي وتأذي وبايه يأذي واخوته يأذي يعني في حالة في في حالة بلبنان صعب هي صعب بكل العالم بس نحنا جدا جدا كمان هون يعني بقتنا نحكي عن القردورية وقدي هي مهمة كمان قدي مهمة بانه نكتشف اذا الولد عنده مشكلة معينة مثلا تأخر بالنطق تأخر بالحكي مشكلة جسادية بحنا نحكي عنه يعني تواجد اليوم بالقردورية مع اشخاص متخصصين قدي هي مهمة للكشف المبكر اذا بدك ولا متابعته حتى مع المعالج النفسي الموجودين وضروريين ديجال منهج تربوي تبعنا قلتلك في شوائب في غلوطات كتير وفي شغل بده كتير نحنا جينا اذا بدك احكي عن تجربتي انا الخاصة بهذا الموضوع الحضانات في لبنان متل ما قلنا بلشوا من 25 سنة التعارف عليا انه بينطروا الولاد انه بياكلوا بناموا في حدا بينطرون مع الايام اتطوريت الى انه وصلت لما حال قلت لا كمان مش بس كوريكلوم ادوكاتيف هوني منعلم البروغرام المنهج التربوي بس نحنا بحاجة لا اكتر نروح ابعد من هيك مع الولد بالاشي اللي عم بتقولي الاكتشاف المبكر يعني الدبستاج بريكوس يعني في كذا اختصاص اوكي في تعرفي علم النفس في الارتوفونيست والبسيكوموتريسيان ونحنا كلنا موجودين اوكي انا قطي هالمنهج وقول هيدا المنهج لازم هيدا الولد من سنتين لثلاث يكون بيقدر يعملوا ام يعرفوا اوكي نحنا مناهجنا مش لبنانية مناهجنا نحنا منشتغل عليها مناخد شوي يعني هو جمليه اكتر كندا فرنسا مناخد شوي من كل شي لانه هنه عالم متطور جدا بهذا الدومان وامريكا وإكترا منشتغل على مونتسوري نحنا كمان منا ايكول مونتسوريان لانه نحنا ما منقدر نكون ايكول مونتسوريان لانه ايكول مونتسوريان الى كونتينويته ومدرسة بتكلف جدا غالية بالعالم بس احنا منعمل اتوليه دو مونتسوري منشتغل على السنس على الحس عند الولد على كل حواسه بو لقينا مع الايام انه في عنديك مشاكل كتير عم تواجهنا يعني مثل ما قلت فيه ولد غير الاكتشاف الصحي انتر جيمي صحيح اوكي منقدر نكتشف صحيا اذا عنده مشكلة منقدر نكتشف عم بتأتي عم يعمل بيجيمون ممكن يكون بيجيمون ناتوريل نسميه اكرو نحنا عم بيعلق على الكلمة اوكي وبتروح لانه عم ياخد باجاج ابن السنتين وعم ياخد كونتتين لغوية معينة ممكن يكون فيه مشكلة تانية اوكي هون دور الارتوفونيست نحنا بنعمل الابسيرفاسيون طبعيتنا والارتوفونيست هي اللي بتجي وبتشوف وبتقيم الوضع اذا بحاجه بنبعث ورا الاهل كان المفهوم قبل انه لا المعلمة هي اللي بتقدر تشوفه وتعمل نو 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 سباسا كل شخص عنده كل شخص اختصاصه بالمجال اللي هو وهذا شي مكلف جدا زينا جدا يعني اذا كان فيه انفرميار وكان فيه بسيكولوج وبسيكوموترسيان وارتوفونيست عم نحكي هاوض الاشياء موجودين كل يوم موجودين ام اذا الترنتيف نهار كل يوم حدا هيدا ديجا ميزانية عم تحطيها انت بحضانة بالوقت بمدرسة ماترنال بالوقت اللي انت ما عنديك مساعدات لا من الدولة واذا سكرتي ما عم يجيك تعويد لا من الدولة ولا عم يجيك تعويد من حدا يعني انت مؤسسة كانت عم تشتغل بالوقت اللي معيت فيه وانحنا ما مليخد مثل المدارس يعني انت الحضانة بلبنان فكل تطيف اذا ما جبتي ما بتدفع المدرسة مجبورة لانه عنديك الكونتينويتة انه باديك تات هيدا البيتت والماترنال فيها اذا بدك فيها كنتينويتة البيتت والميان لانه اذا عامل البيتت بديو يعمل الميان عندك وبالتالي يسجل بالدولة وبديو ينقل على مدرسة كله افادي كمان بدنا نلفط لهذا الموضوع جردان ديزانج هي حضانة ومدرسة كمان البيتت يقدر الولد يعني يكمل فيه ويفوت على الدوزيان هي اذا بدك كمان باسترو باسترو اللي هي الاجران تكسون وبكون عم ياخد كل ال هي صار مركز للاكتشاف كل الاهل صار بحاجة ياخدوا فيدباك عن ابنهم ام عن جد يجوا لمحل تايعرفوا يعرفوا اذا ابنهم ام تفا وكتير صار اطباب تبعث لولاد ارتفونيست بيبعثوا لولاد عرفت كيف يعني يعني بيعرفوا انه هيدا المكان المناسب لحتى نقدر نقطع الولاد المشكلة وكما انه داليوم هي توجه للاهل خيار يعني بوقت انه هلا عم تفتح المدارس بس يمكن عم بياخدوا عدد قليل ولكن بعضه كتير مقارنتا مع الكورونا عم ياملوا يعني اليوم عم بتكون زبديك الماترنال دايما فيها عدد أقل من الولاد يمكن اهتمام خاص لكلولاد قبل كوفيد نحنا الراسيو انترناسونال هو ويت ولي انا اؤمن في لانو تقدر لمعلمة تقدر تهتم هالإدوكاتريس ما بنحط اكتر من تماني وإذا بدنا نشتغل على الدبيستاج ونشتغل على هالديتايات هاي ما فيك تحطي لها خمستاش وتقلي لها رأبي اقل ديتاي ممكن ديجان احنا قبل كوفيد عنا عنا ويت هاي دي شددنا اكتر بعد كوفيد صار في ديستانسيازون بالصف وكلولاد بيعرفوين بيعود وفي لابلينج على الأرض وإكسترا هاودي كتير هاودي شددنا عليون بس أكيدة إذا بديك تحكي كماترنال قبل الكوفيد حتى أهمية الماترنال أهم بكتير تحطي ولد بديت ومميين بمدرسة معمولة تتكون لإله من أنك تبعتي على هالعالم الكبير اللي بديخوضه الولاد وما بيكون بعض مهيئ ومحضر تفوا كتير مهم بليه كتير صعوبة فيها بعدين ليش بليش بالبلدين بره بتشوف الإكول الماترنال هو محل واحده البريمير واحد يعني نحنا خلطين الكل بحطه 30 ولد بالصف 25 ولد بالصف وفي عنا قديش المعلمة رح تعمل دي بيستاج رح تقدر تكتشف اكتشف إذا الولد عنده مشكلة وكل مشكلة زينا بتحلي أبكر وقت ممكن أنت بتكون عم بتجنبي هيدا الولد للأفنير مشكلة يعني متجر معه يعني رح عمدرسة وعنده مثلا عم نعطي إجزامبل ما بعرف صعوبة مثلا بالكرا وليها بتبين على مثلا صعوبة باللفظ عنا في إشي مثلا بالبسيكومتريسي مثلا نعرف إنه هيدا الولد ما يقدر ونبعث ميلات ونصور ونطلب من الأهل ساعدونا لأنه ما منلاقي إنه بعد فيه ضرورة يروح عند بسيكومتريسي بالكابينة نعطي أخيرة رح أطشك بس لأن خلص وقتنا خلص لابد أنه يكون عم الرقة أنا أتوصل معك إنتريك إذا تحب تكوني عم تطرق صور للجردوري أو الأولاد لا أنا ما أحب أطلع صور لأولاد أبدا وهذا الشي كتير معروف بجردان الخصوصية للولاد حتى الأهل ما بيقدروا يعملوا شعر للصور أهمية هذه الموطة لأن لابد أنه أذكرها يعني قدام أهم أن يوم نحافظ على خصوصية الولاد ويمكن فيه ناس ببريروها أنه الأولاد بيحبوا يشوفوا صور ويحبوا يكونوا عميين كتير حلو الموضوع هذا بياخد بياخد حلقة لحال سريع بأي حق نحن أهل بنحط أولادنا صور على الفيسبوك بأي حق نحن طلبنا إذنهم في بروفيرب حبيته وولد بيقله لبيه مين قالك تحط للي صورتي من قالك أنا بدي حط صورتي شغلي كتير حلو في جردان دي زان شو بصير الفيسبوك هو بريفي الببليك بينحط عليه أرتيكلات أنا بكتب إشي بحط بينحط بينحط إشي توجيهات للأهل هيدا الببليك اللي كل الناس تقدر تفوت عليه البريفي هو بينحط إشي للولاد بيطلب الشير هو الأم يعني لستة الولاد اللي عنا إياها نحنا خلال السنة مين بينحط له أدمن بتحط له أوك بتعمله شير وبيشوف صور أخر السنة هيدا الفيسبوك بيخلص بيوقف بينشيلوا الأهل منه اللي فلوا ومنرجع ونفتح فيسبوك جديد لكل السنة للأهل تبع الولاد اللي بيشاركوا معنا أنا مش بصدد أعمل دعاية لنفسي حط صور لولاد عم تعمل اكتيفيتات تقول أنا جاردوري مهم أنا اسمي بيعرف أنه اسمي بالمنطق بيعرف أنه جاردوري مهمي من وراء إذا بدك رأي الناس ومن وراء الناس اللي أنت أكتر واحدة بتعرف أنا مش صورة الولد عم يرقص أنا هيدا رح يخلي الناس تجل عندي لا أنا عم عرض الولد لمشكلة وخطورة صورتو هذا عالم كتير كبير وواسع مش عفوت فيها لا أكي عم عرضو لخطر وقات أنا عم حط صورة وإذا بدك خصوصيتو أنا هيدا ضد أنا ما عندي فيسبوك ابني يعني ما وطلبوا مني بمدرسة ابني بدك تحط صور لا قلت لا ما بدك وفي كتير أهل وعيين بيقولوا لا ما بدنا حتى على البريفي ما بدون مش بس على الببليك صح صح عم بفوتوا فيه من دوم الولد يحسوا إذا ما في مرئب من الأهل شغلة خطرة كتير وشغلة بتودى لمحال بتودى لانتحار وسمعت فيها أكيد في كتير أولاد فاتوا على سايتات وعلى بروغرامات وإذا ما فيه توعية وتوجيه من الأهل ومن المدرسة منروح على عالم مختلف كلية أنا بدأت شكرك على حضورك معنا اليوم فعلا حضورك أضاف لبرنامجنا وقال الله يقويك وظلك بكل هالنشاط بجردان ديزانج وعلى الصعيد التربوي بكل ألاصح عبيبت زينة مرسي بكو مرسي أنا أنا بقليك شابو على بروغرامك لأنه أنت شخص كتير زكي وشكرا شكرا لها شهد مرسي بكو مشاهدينا ومستمعينا رح يتوقف مع فاصل المنتهي بأجالي كومان